تواصل وزارة الداخلية حملتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيدة من السعر الرسمي وهذا وتتمكن وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 462 قضية تمونية بمضبطات بلغت أكثر من 108 أطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 33 طن وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيدة من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 75 طن كما تم ضبط 755 قضية في مجال قضايا المخابز من بينها 82 قضية خبز ناقص الوزن و77 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة التوريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 17 قضية بمضبطات بلغت قرابة 89 طن أقماح محلية ترجمة نانسي قنقر شكرا